بسم الله الرحمن الرحيم. المصنى على موضوع الهاموليوتك انيمية. انه هو الفقر الدم الناتج عن تحلل الدم او انحلال الدم او فقر الدم الانحلالي. عادة يحدث تدمير الخلاع الحمراء بعد متوسط عمراء. مئة وعشرين يوم عندما تتم ازالة الخلايا خارج اللوعية بواصلة في نقع العموم. ولكن ايضا في الكبد والطحال. الهاموليوتك انيمية is defined as anemia that results from an increase in the rate of red cell destruction. اذن يعرف فقر الدم الانحلالي بانه فقر الدم الناتج عن زيادة معدل تدمير الخلايا الحمراء. قد لا يلاحظ فقر الدم الناتج عن انحلال الدم حتى يصبح الخلايا الحمراء اقل من ثلاثين يوما. الهاموليوتك انيمية. هاموليوتك انيمية is the result of intrinsic red cell defects. whereas acquired هاموليوتك انيمية is usually the result of an extra cellular change. اذن هنا انا في المصنف الهاموليوتك انيمية الى هيروليوتك انيمية الى هيروليوتك انيمية يحدث نتيجة لعيوب الخلايا الحمراء الانترنسيك يعني داخلية او الجوهرية. whereas acquired hemolytic انيمية المكتسب فقر الدم الانحلالي المكتسب عادة ما يكون نتيجة لتغيير خارج الخلية اكسرا سيرة. بالنسبة للهيروليوتك اه فهناك انواع اكو بسبب كما في الهيروليوتك او بسبب ميتابوليزم دفكت كما في الهيروليوتك انيمية. اما بالنسبة للهيروليوتك انيمية فاكو اميون وهذا الاميون قد يكون اوتو اميون كما في الهيروليوتك تفاعلات نقل الدم الانحلالي وهذا اتكلمنا عليه سابقا في المناعة واكو الدراج اسوشييتد. ال red cell fragmentation syndromes. infections. infections قد تكون اه كما في حالات المالاريا الكلاستريدية واكو كيميكال and physical agents. secondary. كما في حالات ال liver and renal disease. اذن هذي ال classification. الهيموليوتك انيمية. وقلنا هناك اكونوا عن الهيروليوتك و ال acquired وذني الاسباب لكل او انواع انواع لكل واحدة من هذه التصنيفات. بالنسبة للهيروليوتك انيمية. قلنا اكو انواع بعض هذي الانواع تحدث بسبب membrane defect. اني هو خلال في جدار الخلية. ومثال عليها ال hereditary spherocytosis. في هذا الدزيز ال hereditary spherocytosis is usually caused by defects in the proteins of the red cell membrane. هذا ال hereditary spherocytosis يحدث عالة بسبب عيوب في بروتينات غشاء الخلية الحمراء. the mama produces red cells of normal bi-concave shape. but these lose membrane and become increasingly spherical as they circulate through the spleen. لذن ينتج النقاع خلايا حمراء تشكل bi-concave اللي هو النومال الطبيعي bi-concave. ولكن هذه الخلايا lose membrane and become increasingly spherical. وتصبح كروية أثناء السركوليشن مالته بالسبلين في الطحال. as they circulate through the spleen. these spherocytes are unable to pass through the microcirculation especially in the spleen and die prematurely. وهذه الخلايا الكروية غير قادرة على المرور عبر microcirculation وخصوصا في الطحال. and die prematurely. وهذه جبت لكم الصورة توضح النومال الوادي بلا السرز هاي البيكون كيف. في حين هاي السفيروسائي اللي صاري وشكلها كروي. the clinical features لهذا disease the inheritance is mainly orthosomal dominant. الوراثة ما تكون بنمط وراثة الكروام وراثة الجسرية السائدة. the anemia can present at any age from infancy to old age. ويمكن ان يظهر فقر الدم في عيس من الطفولة الى الشيخوقة. جوندينس is typically fluctuating. Cyplenomegalia occurs in most patients. ويحدث تضخم الطحال في معضو المرضى. الانيميا is usually as usual but not invariable. يعني فقر الدم يكون usual ولكن ليس ثابت. vertical sites are usually ما بين الخمسة الى عشرين percent the platform shows micro spherocytes اللي finale تكون... which are densely stained with smaller diameter than normal red cells وهذا هنان الفقرة يرضي highways platform in heriditary spherocytosis ؛ المصير الأصيبة السفيروسائية و نحن سمين إليه أو أمام سمينيا ما يمكن إسمع المصير الأصيب الجديد للأسيب welشر الأسيب والقدم يتحدث عن عظيم المصير أكثر صيدا إذن بتحليل الـ Direct Antiglobulin Test الـ Direct Coombs Test is normal وهذا يتم لاستبعاد سبب الـ Autoimmune للـ Sphirocytosis قد تكون أسبابها بسبب الـ Red Cell Metabolism Defect كما في حالة الـ G6PD أو الـ Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Deficiency هذا الـ Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase is an enzyme that protects the RBCs from the oxidant stress الـ Inheritance is sex-linked affecting males and carried by females The Degree of Deficiency varies with ethnic group درجة الـ Deficiency النقص تختلف مع المجموعات الأثنية The Clinical Features matter G6PD Deficiency is usually عادة asymptomatic with a normal blood count between ما بين الأتاكس of hemolysis نوبات الـ Hemolysis تحلل الدم however مع ذلك if symptoms occur then the main clinical syndromes that occur are Acute hemolytic anemia in response لـ Oxidant stress على سبيل مثال Drugs أدوية Fava beans or Infections The acute hemolytic anemia is caused by rapidly developing intravascular hemolysis وأيضا The clinical syndromes التي قد تحدثها هي الـ Neonatal jaundice وراري a congenital hemolytic anemia Diagnosis between crises the hemoglobin is normal the enzyme deficiency is detected by one of a number of screening tests or by direct enzyme assay on red cells and then the enzyme deficiency ممكن أن يكتشف by one of a number of screening tests أو بواصلت direct enzyme assay على الـ Red cells during a crisis during a crisis the blood film may show contracted and fragmented cells التي تسمى بالبايت cells and the blister cells كما في هذا الفجر هذا الفجر التي شهر بلتفرم G6PD deficiency with acute hemolysis ثم بايت cells والبلسطر cells بالنسبة للتويتمنت لهذا الدزيز فهذا يتوقف معالجة الإنفكشن الحفاظ على و حفاظ على الحفاظ على حفاظ على